مرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص حول التخصصات الجامعية لطالب الناجحين في شهادة الباكالوريا خاصة بالشعب أو شعبة لغات أجنبية هذا الفيديو مقسم إلى جزءين في الجزء الأول سوف نتحدث على التخصصات التي تتطلب معدل ما بين 10 و 14 أما الجزء الثاني فسوف نتحدث على التخصصات التي تتطلب معدل أكثر من 14 إذن هيا بنا أول تخصص هو تخصص حقوق إذن معدل القبول في تخصص الحقوق هو 10 فما فوق معدل القبول قد يختلف من جامع إلى أخرى ولكن نستطيع القول أن معدل القبول في تخصص حقوق هو 10 فما فوق التخصص الثاني هو تخصص الفنون معدل القبول في هذا التخصص هو معدل 10 فما فوق يمكن أن يوجد اختلاف طفيف بالفاصلة ما بين جامع وأخرى ولكن يمكن القول أن معدل 10 سوف يؤهلك لتسجيل في هذا التخصص التخصص الثالث هو تخصص اللغة العربية وأدابها معدل القبول 10 فما فوق التخصص الرابع وتخصص علوم إنسانية تخصص علوم إنسانية في السنة الأولى يكون جذع مشترك وفي السنة الثانية سوف يختار الطالب أحد التخصصات وهذه التخصصات هي علم الآثار، علم المكتبات، علوم إسلامية، تاريخ أقصد علوم التاريخ بالإضافة إلى إعلام واتصال إذن هذه هي التخصصات التي تندرج تحت فرع علوم إنسانية معدل القبول في فرع أو تخصص علوم إنسانية هو 10 فما فوق التخصص الخامس هو تخصص اللغة الفرنسية معدل القبول هو 10 فما فوق قد يوجد اختلاف طفيف من جامعة إلى أخرى وهذا اختلاف يكون بالفاصلة مثلاً 10.26، 10.30 إلى آخر ولكن يمكن القول أن معدل القبول في تخصص لغة فرنسية شعبة لغات أجنبية هو 10 فما فوق التخصص السادس هو تخصص اللغة الإيطالية معدل القبول في اللغة الإيطالية هو 10 فما فوق تخصص اللغة الإيطالية يوجد في العديد من الجامعات من هذه الجامعات هي جامعة الجزائر 2 معدل القبول في جامعة الجزائر في السنة الماضية في اللغة الإيطالية كان عشر فما فوق التخصص السابع هو تخصص اللغة الألمانية معدل القبول في تخصص اللغة الألمانية هو 10.75 حسب السنة الماضية في جامعة الجزائر قد يكون معدل القبول منخفض أو أكثر في جامعات أخرى ولكن يمكن القول أن التسجيل في تخصص لغة ألمانية شعبة لغات أجنبية هو عشر فما فوق التخصص الثامن هو تخصص العلوم الاجتماعية هذا التخصص أو هذا الفرع تندريش تحته عدة تخصصات أخرى في السنة أولى سيدرس طالب جذع مشترك علوم اجتماعية وفي السنة الثانية سوف يختار أحد التخصصات من هذه التخصصات التي تندريش تحت تخصص علوم اجتماعية هو تخصص علم النفس إذا أردت أن تصبح أخصائي نفساني أو طبيب نفساني فيجب أن تدرس علم الاجتماع إذا لدينا تخصص علم النفس علوم التربية انتروبولوجيا 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 هو العلم الذي يدرس الإنسان وثقافته لدينا أيضا تخصصات تندريش تحت تخصص علوم اجتماعية لدينا علم الاجتماع لدينا الفلسفة لدينا أرتوفونيا الأرتوفونيا هو التخصص يحاول إيجاد حلول لمشاكل الكلام والنطق إلى آخره كل هذه التخصصات تندريش تحت تخصص أو فارع علوم اجتماعية إذن معدل قبول في هذا التخصص لشعبة لغات أجنبية هو محصور ما بين عشرة وإحدى عشر ويختلف من بين جامعة وأخرى التخصص التاسع هو تخصص علوم سياسية معدل قبول في تخصص علوم سياسية شعبة لغات أجنبية هو أحد عشر فما فوق حسب السنة الماضية التخصص العاشر هو لغة روسية معدل قبول الخاص باللغات الأجنبية هو إحدى عشر فاصل ثلاثة وثلاثون كما تعلمون جميع اللغات الأولوية هي لشعبة لغات أجنبية فقد تجدون معدلات القبول منخفضة لطالبة لغات أجنبية مقارنة بالطلب الآخرين إذن التخصص الحالي عشر هو تخصص اللغة الإسبانية معدل القبول هو إحدى عشر فاصل تسعة وثلاثون في جامعة الجزائر الثنين وقد يكون أقل في بعض الجامعات يمكن أن يكون معدل القبول ما بين إحدى عشر أو ما بين عشر فاصل خمسون إلى إحدى عشر قد يصل إلى إحدى عشر ونصف التخصص الثاني عشر هو اللغة التركية معدل القبول في جامعة الجزائر هو إحدى عشر فاصل ثمانية وتسعون في اللغة التركية التخصص الثلاث عشر هو اللغة الإنجليزية التخصص الأكثر طالبا ما بين الطالبة والتلاميذ لغات أجنبية معدل القبول محصول ما بين عشر وإثنى عشر ويختلف من ولاية إلى أخرى مثلا جامعة الطرف كان معدل القبول في اللغة الإنجليزية عشر جامعة الجزائر كان معدل القبول إحدى عشر فاصل خمسون إلى آخره إذن هناك تباين في معدل القبول في اللغة الإنجليزية ولكن عموما معدل القبول في اللغة الإنجليزية يكون إحدى عشر ننتقل إلى التخصص الرابع عشر وهو تخصص العلوم الإسلامية معدل قبول في شعبة لغات أجنبية محصور ما بين 11 و 12 معدل أو تخصص الخامس عشر هو تخصص علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية هذا التخصص مفتوح لجميع الشعب ومن هذه الشعب شعبة لغات أجنبية معدل قبول هو 12 حسب السنة الماضية التخصص أو الآن ننتقل إلى معدل أكثر من 14 إذن هذه التخصصات السابقة هذا الخمسة عشر تخصص كلها مفتوحة لطلب الذين تحصلوا على معدل ما بين 10 و 14 إذن سوف تختارون من بين هذه الخمسة عشر تخصص الآن ننتقل إلى الجزء الثاني الطلب الذين تحصلوا أقول على معدل 14 فما فوق ما هي التخصصات التي يمكن أن يتم الاختيار منها إذن عندما نقول معدل 14 نتكلم عن المدارس العليا سواء المدارس العليا للأساتذة أو المدرسة العليا للصحافة والمدرسة العليا للعلوم السياسية إذن ننطلق على بركة الله في معدل أكثر من 14 والتخصصات المرتبطة بهذا المعدل التخصص السادس عشر هو تخصص أستاذ تعليم ثانوي في الموسيقى معدل القبول حسب السنة الماضية 14.22 التخصص السابع عشر أستاذ تعليم متوسط في مادة الموسيقى معدل القبول حسب السنة الماضية 14.23 التخصص الثامن عشر هو تخصص المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية باللزائر العاصمة معدل القبول حسب السنة الماضية 14.21 التخصص التاسع عشر تخصص الترجمة وهو تخصص أعيد فتحه في سنة 2017 بعدما تم توقيفه هذا التخصص مطلوب جدا من طلبة اللغات الأجنبية ولكن يجب أن يكون الطالب متمكن تمكنا تاما في اللغة العربية في اللغة الفرنسية وفي اللغة الإنجليزية يجب على الطالب أن يتحصل على علامة أكثر من 13 في كل هذه المواد أقول العربية الفرنسية والإنجليزية من أجل أن يتم توجيهه إذا تخصص الترجمة إذن تخصص الترجمة سيعتمد على ثلاث مواد هي العربية الفرنسية والإنجليزية إذن معدلات القبول في الترجمة في جامعة الجزائر الثنين للسنة الماضية كان 14.33 في جامعة قسنطينة واحد في السنة الماضية كان 14.02 في جامعة وهران واحد كان معدل القبول في تخصص الترجمة 12.80 في جامعة عنابة كان معدل القبول في تخصص الترجمة 12.78 وفي جامعة باتنا 2 كان معدل القبول 12.02 إذن أحسن معهد للترجمة هو في جامعة الزير 2 لأنه يقدم دراسة في المستوى في تخصص الترجمة ننتقل إلى التخصص العشرون وهو تخصص المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام في التزايل العاصمة معدل القبول للسنة الماضية 14.50 التخصص الواحد وعشرون أستاذ تعليم ابتداء في اللغة الأمازيغية معدل القبول 14.26 أستاذ تعليم ابتداء في اللغة العربية معدل القبول 14.52 وأستاذ تعليم ابتداء في اللغة الفرنسية 14.50 كل هذه المعدلات هي معدلات الدنيا يعني أصغر معدل يؤهلك من أجل الالتحاق بإحدى المدارس العليا الأساتذة 11 المعوزعة على التراب الوطني ننتقل إلى التخصص الرابع والعشرون هو تخصص أستاذ تعليم متوسط في اللغة العربية وأدابها معدل القبول 14.50 تخصص 25 أستاذ تعليم ثانية في اللغة العربية وأدابها معدل القبول 14.50 تخصص 26 أستاذ تعليم متوسط في التاريخ والجغرافيا معدل القبول 14.52 أستاذ تعليم ثانوي في التاريخ والجغرافيا معدل القبول 14.50 أستاذ تعليم متوسط في اللغة الفرنسية معدل القبول 14.50 أستاذ تعليم ثانوي في اللغة الفرنسية معدل القبول 14.80 وأستاذ تعليم متوسط في اللغة الإنجليزية معدل القبول 14.81 وأعلى معدل لأحسن تخصص في شعبت اللغات الأجنبية هو أستاذ تعليم ثانوي في اللغة الإنجليزية معدل القبول الأجنب للسنة الماضية كان 15.62 موسيقى